معلوماتك عن تلك الحادثة هل فعلا كان هناك أكو تآمر على صدام حسين هناك من يقول نعم هناك كان تآمر علي من داخل القيادة العراقية وهناك من يقول لا لم يكن هناك تآمر بقدر ما كان هناك تكتل ضد صدام حسين قولنا نجي قبل ما نبدأ الحديث أنه كيف نتعامل مع التاريخ وهل التاريخ صحيح ومن يكتب التاريخ هذه الحادثة يعني أحنا لم أحضرها ولكن ما جاءنا للتنظيم وما قرأناه من بيان حول هذه الحادثة يقول أنه هناك كانت في مؤامرة هذه سبقها في عام 78 اللقاء السوري العراقي اللي عقب مؤتمر قمة العربية اللي عقد في بغداد واللي بذلك الوقت تم قرار بدعم الجبهة العسكرية أو الجبهة المواجهة مع الكيان الصيوني وبذلك الوقت هو مؤتمر قمة بغداد اللي هو يعني فرض على الدول الغنية ثلاثة مليار دولار في ذلك الوقت لنصرة مصر والأردن وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية صار في تلاقي ما بين القيادتين السورية والعراقية يعني شتريت تقول بالضبط؟ إذن من هذا الوقت كان في لقاءات عديدة بين القيادتين ولكن لا يوجد أي ود بيناتهم يعني لقاء الخيمة الماشور ما بين صدام حسين وحافظ الأسد اللي دام سبع ساعات كما يقال لم يخرج بالنتيجة لم يخرج بالنتيجة فإذن الرواية التي رويت لنا ونحن كنا ملزمين بأنه نصدقها هي مؤامرة على صدام حسين وأحمد حسين البكر سوية ويعاونهم بهذا الموضوع خمسة من أعضاء القيادة القطرية اللي هم معروفين ومن جملة مجموعة من الشباب اللي كانوا متوزعين قناعة تكوين هذه القناعة يعني علمها عند الله يعني لا بد أن أسلم بهذا الأمر يعني لم أكن حاضر بهذا الموضوع له أكيد أنت محاضر بقعة الخلد مثلا وأيضا أنت محاضر اجتماعات القيادة ولكن مؤكد كانت هناك قناعات معلومات تتسرب أنا ضمن قناعتي ومعرفتي بالنظام السوري بحفظ الأسد أنا مصدق الرواية مصدق الرواية أنه تآمر على صدام حسين لأنه كان يحلم بقيادة الحزب الكامل حزب البعث نعم في العراق والسورية في العراق والسورية كان يؤمن ويريد هذا الأمر ويطمح له وبالتالي يعني ربما غامر هذه المغامر حتى يأخذ هذا الدور اللي هو كان يحلم به وربما عاونته جهات أخرى ربما يعني لا أقول أما إذا في رواية أخرى لا تصدق هذا الأمر طبعا هي من منطلقها من منطلقها أنه يعني قد يقول القائل بأنه العلاقة اللي كانت بين صدام حسين و بين عدنان الحمداني بين فلان وفلان ليش عاد هذه يعني بدنا نوصل إلى شق القلوب ونعرف شو اللي كان فيه ترجمة نانسي قنقر